تزخر مدينة محافظة المينيا بحجم هائل من الكنوز الأثرية التي تمثل عدة عصور سابقة ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في القيمة الأثرية بين محافظات الجمهورية في هذا الإطار أولت الدولة اهتماما كبيرا في الثمانية سنوات الماضية بتنمية السياحة بالمينيا كنوز أثرية تمتلكها محافظة المينيا والتي تحتل المرتبة الثالثة في القيمة الأثرية الحضارية بين محافظات الجمهورية وانطلاقاً من موقعها المتميز توفر المينيا لزائريها الكثير من المغامرات الاستكشافية حيث تتميز المحافظة بوجود عدد من الفناطق والمنتجعات ذات المستوى الرفيع الموجودة بها منذ زمن طويل الدولة أولت اهتماماً كبيراً في الثماني سنوات الماضية بتنمية السياحة بالمينيا حيث أصدرت تشريعات وقرارات لتحويل بعض المناطق إلى أراضي أثرية واستكمالاً لهذا النجاح قامت الدولة بتطوير وترميم متحف منلوي بالمينيا يقع في قلب مدينة ملوي بعد إغلاقه عقب تعرضه للتخريب ونهب محتوياته في أغسطس 2013 تم إعادة افتتاحه مرة أخرى عقب ترميم المبنى واستعادة القطع الأثرية المسروقة وترميم الكثير من المقتنيات متحف ملوي يستعرض تاريخ المينيا عبر مختلف العصور من خلاله نحو ألف قطعة أثرية حيث يضم المتحف ثلاث قاعات للعرض في حين تم تحويل القاعة الرابعة للأنشطة التعليمية للأطفال الدولة قامت كذلك بتطوير أربع مناطق سياحية تشمل تل العمرنة والأشمونين وكذلك تون الجبل ودير السيدة العذراء بقبل الطير المينيا تشهد كذلك تنفيذ ثلاثة مشروعات بقطاع السياحة والأثار تشمل المتحف الآتوني الذي يعد ثالث أكبر متاحف مصر بعد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ويتكون المتحف الآتوني من أربع عشرة قاعة للعرض المتحفي وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه إلى عشرة ألاف قطعة أثرية كما تشمل المشروعات ترميم عدد أربع عشرة قبة أثرية وتطوير مركز الزوار والخدمات السياحية في منطقة البهنسة الإسلامية حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 95% مشروع آخر بالمينيا تنفذه الدولة يتجسد في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير وذلك من خلال تطوير المنطقة والاستراحة والطريق السياحية ليعد نقلة حضارية جديدة على الخريطة السياحية المصرية